الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم ثلاثة مطالب في الانفاق أولا هذه الآية المباركة التي توجنا بها الحديث آية تتضمن روعة من روائع القرآن الكريم هذه الآية المباركة شبهت المنفقين في سبيل الله بالحبة التي تتكاثر عادة العمل المبارك يشبه بالحبة التي تتكاثر أما الشخص يشبه هذا يحتاج إلى تركيز الآية المباركة ما قالت إن فاق هؤلاء مثله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل قالت هم مثلهم كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة شبهتهم الشخص يشبه بالشخص العمل يشبه بالحبة هذه الآية المباركة شبهت الأشخاص شبهت المنفقين أنفسهم بالحبة التي تتكاثر تتوسع ما الوجه في ذلك حتى العديد بل لعلي أقول الكثير من المفسرين هنا ما التفت إلى هذه النقطة الدقيقة قالوا هنا يوجد شيء كلمة مضمرة قالوا مثل الذين ينفقون أموالهم يعني مثل عملهم أبدا من وجوه هذا التشبيه الغريب الإنسان الإنسان لا يتوسع الإنسان لا يتكاثر عمله أثره يتوسع لماذا هنا شبه القرآن الكريم المؤمن المؤمن المنفق بالحبة التي تتكاثر من وجوه ذلك أن عملك إنعكاس طبيعي لوجودك سببا ومسببا تأثيرا وتأثرا يعني من الجانبين وجودك نفسيتك تؤثر في عملك عملك يؤثر فيك تأثيرا وتأثرا علة ومعلولا النفس الكبيرة تنتج عملا كبيرا العمل الكبير ينبئ وينبع عن نفس كبيرة نقول فلان شخص مجاهد عظيم عمله عظيم لماذا نقول هو عظيم العالم الفلان كبير عمله كبير عندما يكون العمل كبيرا معنى ذلك أن مصدر هذا العمل هو الشخص كبير أن النفس التي خرج منها هذا العمل الكبير نفس كبيرة بعد أربع آيات من هذه الآية الله سبحانه وتعالى يكرر نفس هذه الإلفات اللطيفة الجميلة أدبا المهمة ألميا العبارة جدا جميلة من الناحية الأدبية هذا التشبيه جدا جميل أدبيا ألميا هذا يكشف عن ارتباط مهم بعد أربع آيات الله سبحانه وتعالى يكرر هذه الظرافة هذه الروعة يقول سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين شبه نفس الذين ينفقون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم شبههم بالجنة بستان جنة بربوه على مرتفع أصابها وابل من المطر فآتت أكلها ضعفين شبهتهم أيضا مرة ثانية بالجنة ما شبهت عملهم بالجنة التي تتضاعف ثمارها هو يتوسع الإنفاق لا يوسع لا يبارك في مالك فقط الإنفاق يوسع ويبارك فيك في نفسك في وجودك هذه آية في الإنفاق آية القرآنية أخرى في الإنفاق تكشف جانبا آخر ويؤسفني أن أقول تكشف جانبا سيئا في حياة البشر آية الخمس وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية المباركة واقعا تشريعيا بين قوسين أقول هذه الكلمة أيضا هذه الآية المباركة هل أمرت بالخمس بدفع الخمس تجدون كلمة أمر في هذه الآية المباركة خمسوا غير موجودة هذه الكلمة غير موجودة خمسوا غير موجودة هذا واجب واجب كيف بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الواجب في هذه الآية بعض الواجبات الله سبحانه وتعالى بيّنها بالأوامر أقم الصلاة أمر أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أمر أدعو أمر في هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى ما أمر إنما بيّن مصدر الأمر الله سبحانه وتعالى ما قال خمسوا أموالكم قال الخمس ليس لك أصلاً قال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ إِعْلَمْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الخمس ليس لك أصلاً خمس هذا المال الذي حصلت عليه ليس لك أصلاً طبعاً إذا هو ليس لك يجب يجب نفهمه من بيان هذا الواقع التشريعي جداً ظريف القرآن الكريم كلماته جداً دقيقة وجميلة وجوب الخمس من أين نعرفه الآية قالت الخمس واجب الآية قالت الخمس ليس لك لغيرك طبعاً يكون واجباً عليك أن تؤديه إلى صاحب الخمس لأنه ليس لك أصلاً ليس ملكاً لك الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين هذا الواقع واقع التشريعي التمليك من الله سبحانه وتعالى الله يملكك أو لا يملكك الله سبحانه وتعالى يقول خمس هذه الأموال ما ملكته لك أربعة أخماس ملكتها لك الخمس ليس ملكاً لك أصلاً أنا الله الذي أعطيتك هذا المال خمس هذا المال ما ملكته لك أصلاً هذا الواقع التشريعي العادي المفروض عادي الأمور بيد الله سبحانه وتعالى الأموال وغير الأموال مما عندنا من الله سبحانه وتعالى الله يملك لا يملك الأمر له القضية جداً سهلة عادية هذه القضية التي المفروض أن تكون عادية ليست عادية لماذا أقول ليست عادية؟ لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات مهد لبيان هذا الواقع قدم مقدمات لبيان هذا الواقع البشر لا يتحمل يحتاج إلى مقدمات حتى يفهم هذا الواقع هذا الجانب المأساوي في حياة البشر هذه الآية المباركة موقعها في القرآن الكريم في هذه التقسيمة تقسيمة الأجزاء التي جعلها الناس بداية الجزء العاشر بالضبط الآية الواحدة والأربعون من سورة الأنفال قبل هذه الآية بأكثر من عشر آيات الله يمهد لهذا المعنى في الآية الثامنة والعشرين من هذه الآية من هذه السورة المباركة سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى يبدأ بتهيئة نفسية الإنسان لقبول هذا الواقع ماذا يقول؟ يقول وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٍ انتبه كن يقضاً افهم الأموال والأولاد فتنة امتحان لا تسقط في هذا الامتحان بعد ذلك في الآية التالية الله سبحانه وتعالى يمهد تمهيداً ثانياً يبين أهمية الخوف من الله سبحانه وتعالى التقوى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً تقوى كن خائفاً من الله سبحانه وتعالى تمهيد ثاني تمهيد ثالث بعد آيات الله سبحانه وتعالى يبين انفاق الكفار والآثار السلبية السيئة عليهم بالانفاق الذي ينفقونه ليصدوا عن سبيل الله أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم بعد هذه التمهيدات إلى أن يصل إلى هذه الآية المباركة يبين هذا الواقع التشريعي أؤكد هذا واقع تشريعي يستفاد منه الوجوب هذا بيان مصدر الوجوب لماذا التخميس واجب لأنه أساساً ليس لك يصل إلى هذه الآية يبين بعد تمهيدات وبعد أن بيّن هذا الواقع يتكلم بكلام شديد يقول الله سبحانه وتعالى في نفس آية الخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله مؤمن أم غير مؤمن هذا محرك هذا ميزان من الموازين لماذا إلهي أنت إلهنا أنت خالقنا أنت الذي أعطيتنا كل شيء أؤمرنا بكلمة لا البشر لا يكفي لفظ واحد كلمة واحدة لا تكفي يحتاج إلى تمهيد لماذا القضية مرتبطة بالمال مشكلة من المشاكل الكبيرة في حياة البشر خذ روحه لا تأخذ ماله هذه الآية تبين جانباً مأساوياً في حياة البشر وتحبون المال حباً جمّاً المال شيء كبير في نفوسكم إله الخلائق عندما يريد أن يأمركم يريد أن يبين واقعاً تشريعياً يهيئ النفوس يمهد تمهيدات يقدم مقدمات بعد ذلك يتكلم كلام شديد لعل البعض يتأثر إنه كان ظلوماً جهولاً أي جهل هذا الله تفضل علي أعطاني أربعة أخماس وقال خمس ما أعطيتك ليس لك صعب مطلباً ثالث في الإنفاق فقيرٌ مدقع بصعوبة يوفر أوليات ما يحتاجه من الأمور المادية في المقابل غنيٌ يملك أموال طائلة متخم بالأموال لا يعرف كيف يتصرف في هذه الأموال هذا الوضع في مجتمع واحد وضعٌ خطرٌ باتفاق كل البشر أنا ما عندي إحصائيات عن الاتفاق ولكن القضية قضية واضحة بديهية وجود هذا الفاصل الطبقي بين الناس يشكل خطراً كبيراً جداً على المجتمع ما الحل المناهج المختلفة الإيدولوجيات المختلفة حاولت أن تحل هذه المشكلة هذه عقدة تحتاج إلى حل كيف تحل هذه العقدة في المجتمعات الإشتراكية جاءت بحل ما هو حل الإشتراكية نفيه ملكية الفرد خلاص هذا الحال ناهيك عن أنه سفاهة ناهيك عن أنه خلاف الوجدان هو خلاف العقل لا أقول عقلي يعني عقلي يعني تصوراتي لا خلاف الدليل العقلي هذا المنهج يعني التناقض في الكتب المفصلة كتبوا عن ذلك يستلجم التناقض أصلاً هذه الفكرة تستلجم التناقض التناقض فكري استحالة استحالة عقلية هذه الاشتراكية اذهب إلى الرأسمالية الرأسمالية أصلاً نهائياً اقرأوا منهج الرأسمالية باختصار هناك بعض الكتب المختصر عن الرأسمالية أصلاً الرأسمالية ليست فيها كلمة واحدة لحل هذه المشكلة كلمة واحدة في الرأسمالية لا توجد لحل مشكلة الفاصل الطبقي أساساً أصلاً الرئيس مالية تعتقد بأن الاقتصاد لا يرتبط بحل هذه المشكلة وهذه المشكلة لا ترتبط بالاقتصاد وناس آخرون يلجب أن يحلوا هذه المشكلة الاقتصاد لا يحل هذه المشكلة أصلاً الاقتصاد الرئيس مالي كيانه ضد حل هذه المشكلة هذه المشكلة ترتبط بأناس آخرين لا ترتبط بالاقتصاد نهائياً في الاقتصاد الرئيس مالي لا توجد كلمة لحل مشكلة الفاصل الطبقي في المجتمع تعلمون الفاصل الطبقي مشكلة جدا كبيرة الفاصل الطبقي سبب حروب بالآلاف على مر التاريخ حروب كبيرة وصغيرة ملايين ما هي الملايين عشرات الملايين مئات الملايين من البشر قتلوا بسبب هذا الفاصل الطبقي الفاصل الطبقي جدا خطير ولا ينكر خطورة الفاصل الطبقي أحد ما هو الحل؟ الحل على مؤسسات المجتمع المدني لا يرتبط الحل بالاقتصاد الرأسمالي أصلا لا بأس وناس يعيشون في تلك المجتمعات التي تحكمها الرأسمالية حاولوا أن يحلوا هذه المشكلة ما هو الحل؟ الحل الضرائب ضرائب تأخذ من أثرياء وتعطى لفقراء هذا يجعل الفاصل بين الطبقتين فاصل أقل هذا أيضا ليس حلا بالطريقة الرأسمالية ليس حلا لماذا؟ لأن الحاكم الرأسمالية أنت ضمن الرأسمالية تريد أن تأتي بحل الحل أيضا يكون رأسماليا هذه الضرائب كيف تصرف ضمن الإطار الرأسمالي فسقطت في نفس المشكلة خرجت من فخ سقطت في الفخ تجدون أن يوما بعد يوم هذا الفاصل الطبقي في المجتمعات التي تحكمها الرأسمالية أكثر أم أقل؟ أكثر مختبر الرأسمالية هذا الواضع ناهيك عن أنه الضرائب وحدها ليست حلا لمشكلة لماذا؟ لأنه البشر يحتال اجعل ضرائب يحتال تريد أن تقسم هذه الضرائب يحتال في تقسيمة الضرائب ما هو الحل؟ الإسلام جاء بحل في نقطتين الضرائب قننها الزكوات الأخماس غير ذلك مع الضرائب جعل تفهيما تفهيم للناس بأهمية الإنفاق يعني ما جعل الإنفاق جبرا ما أجبر الناس على الإنفاق إذا كنت مجبورا تحتال إذا فهمت المعادلة لا تحتال كم من الآيات القرآنية بيّنت جوانب الإنفاق المهمة بالعليل المباركة التي بدأنا بهالحديث بيّنت جانبا مهما في الإنفاق تشجيع تفهيم رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما اللذاني طبق هذا الإسلام أجبر شخصا واحدا على الدفع الضرائب أبدا قبل أسابيع قرأت لكم الحديث الشريف مفصل عندما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أرسل مصدقا مصدق يعني الذي يجلب الزكوات والصدقات ماذا وصاه؟ في بدايات وصيته له كان يقول اسأل من الشخص عليك في مالك الزكاة فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه مرة ثانية لا تسأله خلص أنت طبعا الحكم الذي لا نظير له في التاريخ هذا الصحيح تريد أن تجبر الناس على الإنفاق يا أخي الإنفاق بمقدار ما هو فائدة كبيرة للثري والغني ليست هذه الفائدة موجودة للفقير في الإنفاق يعني الثري عندما ينفق هذا المال يعطى للفقير الفقير استفاد لا الفائدة الكبرى للغني ليس للفقير الفقير يحصل على أموال أمور مادية تكون أمور مرتبة إلى حد ما الغني هو المستفيد الأكبر من إنفاقه الغني يتوسع الغني نفسه ترتقي الناس يدفعون أموال ليتعلموا للعلم الناس ينفقون أموالا هذا إنفاق لا للتعلم لشيء أعظم من التعلم للتزكية التزكية شيء أعظم من التعلم الناس يدركون أهمية التعلم التزكية شيء أرقى يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة أول شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله تزكية ثم التعليم الضرائب أدم جبر أحد تفهيم الناس على الضرائب خلاصة القول ثلاث نقاط أولا الجانب المأساوي في حياة البشر الإنفاق شيء صعب يحتاج إلى تمهيد تهيئة نفوس مال هذا صعب مزال الأقدام ثانيا الإنفاق لا ينمي أموالك فقط ينميك أيضا ينمي وجودك يوسع نفسك ثالثا الإنفاق مع عدم جبر الناس على الإنفاق حل لمعضلة كبيرة اجتماعية هذه المعضلة الكبيرة التي اسمها الفاصل الطبقي هذه المعضلة معضلة اقتصادية معضلة أمنية هذه المعضلة تخل بالآمن تخل بالأمن البشري تخل بالأمن الاقتصادي هذه المعضلة حلها الضرائب مع عدم جبر الناس على الضرائب تفهيم الناس الذي يريد أن يعطي يعطي الذي لا يريد أن يعطي لا يعطي أختم كلامي بقضية هذه القضية لعلي ذكرتها سابقا باختصار قضية حدثت في هذا البلد أحد المؤمنين كانت بينه وبينه المؤمنين في هذا البلد كانت بينه وبينه شخص حسابات ذاك الشخص كان مديوناً لهذا المؤمن بمبلغ عليه هدين جاءني جاءني المديون قال أنا أعترف وأقر بأن ذمتي مشغولة بالمبلغ الفلاني وذكر المبلغ لفلان واحد من المؤمنين يطلبني دين في ذمتي أقر بذلك وأنا ناوي أن أدفع ذلك الدين الذي علي عندي وأريد أن أدفعه لا أنكر ولا أريد أن أحتال لا أريد أن أدفعه ولكن لي شروط بعض الشروط حتى أدفع هذا المال لا وذكر لي بعض الشروط القضية الفلانية القضية الفلانية فأرجوك يقول لي أرجوك توسط بيني وبين فلان أنه أني شروط هذا الشروط وأدفع هذا المبلغ بعد أيام رأيت ذلك المؤمن في هذا المسجد ذكرت له ما قاله فنظر إليه قال يريد أن يدفع أموالي بشروط هي أموالي ويشترط عليه هو يقر بأن هذا المال لي لماذا يشترط عليه بدون شروط يدفع أنا أريد أن أخذ منه شيئا أكثر من حقي لا يعطني هو يقول هذا المال له ويشترط عليه في مال يشترط عليه كلامه صحيح كلام معقول منطقي ادفع الأموال تأخيرك دفع حق هذا المؤمن يوما واحدا جريمة لماذا تؤخر مرة ما عندك ما عندك مرة عندك موجود تأخيرك يوم واحد جريمة الآن ادفع أمواله معادلة جدا واضح كل إنسان يدرك هذه المعادلة ولكن هذه القضية بعضنا يصنعها مع الله سبحانه وتعالى بعضنا يصنع هذا الشيء مع إمام زمان النار وحل العالمين الله الفترة ما لله أريد أن أعطيه أشترط وما أطل الآن جزء منه بعد شهر جزء منه اسمح لي بكذا حتى أعطيك جزء منه أنا حسب معرفتي أصرف الجزء الآخر أعطيه يعني التعامل الذي لا نقبله من إنسان تجاه إنسان عادي تجاه إنسان عادي نعمل ذلك مع صاحب الأمر أرواح العالمين له الفترة أموال صاحب الأمر أموال الله سبحانه وتعالى التي الله عز وجل قال هذه ليست ملكا لك نماطل نؤخر إي أولان وألف شيء هذا هذا عن بعض المؤمنين غير المؤمن أصلا خارج منطقة التغطية المؤمن الذي هو في منطقة التغطية بعضهم بعضهم هكذا هذا الشيء الذي المفروض أن البشر يكون عنده شيئا عاديا هكذا شيء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قد ترت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة